يا برينتش ارجو قولي ان هذا حلم السلام عليكم يا شاب معكم زايد في لعبة 7 days skeptic طيب يا شاب اشكركم على الدعم اللي يجي في القناة يعني على اخر الفترات صراحة اللي عطتنا الدعم بده يزيد واشكركم على هذا الشي وبعد فيه دعم على هذه السلسلة ويعني شاب في الحلقة السابقة انا صراحة اعتذر على الترجمة البيض شاب كانت ترجمة صعبة يا شاب يعني فوق من الكلمات معقدة الوضع live يعني انا توني جديد على live يا شاب عاطوني فرصة بعدين يمكن تشوفوني اترجم كده حق الاخبار عرفت اللي يقول لك اه مدري شونه وكده عرض كيف اوه شاب قامنا نفينونا وشاب يدوء الى واحد واربعين الف لايك ويلا شاب دوتكم نبدأ اوكي شاب اخر مكان وصلناه هو يوم قالوا ان يعني لازم احد مننا يشيل الجث اللي فوق وطبعا من اللي راح يسويها هو انا طبعا كده لازم عوما شاب انا قدامي قوقو اقصدي عقلي يا شباب انا كده يعني افكر عقلي كده شاب يقول لي لازم تسوي كده عرفتوا كيف يلا شاب خلونا نتعب اه نتعب نتبع خطوات عقلي اوكي شاب الحين بنروح الانجين اه لا اصبر راح ننزل الجثة اوكي اوكي صح صح اوكي شاب رجعنا للتنفس الغريب هذا يا اخي التنفس غوف يا اخي او ماي جاي يا اخي لا تتنفس انت خلاص اوكي شاب اه نفس اول صح اوكي اه مش منطح نفس اول انا سييف يا عمي اوكي يلا الاحان اي واتش دكتور سومرت هل تقرأني هل اه تشوف اي شي يعني تعتاد مساعدة في اه انك تبعد الجثة لا ما توقع هل تقدرين ان الطيحين لمدري ايش بالتأكيد يا مدير وين راحل الجثة سيرينا اه جثة الكابتن موجودة ماذا انها ذهبت يمكنها طارت ولا لا مو طارت والله مدري اشيالكلمة ولما الشب كان يعني واقفة على كل حال لا نقلق على هذا بس انت اه يعني سوي سند للاشارة راح ياخذ فترة او لا عب بضع دقائق عشان اي شو هده ثمب ثمب يعني شاب كذا ضربه وشي كذا وات سيرينا رجان اجيبي ايه لا تقولي يصار شي في سيرينا يمكننا شاب الدود اكله ولا والله مدري خلونا ننزل صور لا 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 اه اه باتتبع خطوات عقلي يا شباب اه عقلي ايش اه الخطوات اوكي شاب انا توقعت اني ارجع هنا لكن عقلي قال لي لا لا ترجع هنا روح انزل هنا فيعني اشكرك يا عقلي صراحة ان هذا شاب مكان جديد فخلوني اسيف اوكي خلوني ننزل هنا يلا اي شو هده هنا في شي شاب كيرينج مفتاح يعني وليش يقول ما راح اقدر اجيبه اذا انا مدري اه اه يقول لي يعني ثابت في الهذا طب شيله ويلا امسكه بيدك يقول ما قدر اوصل الياخ كيف ما تقدر توصل ياخ بس مد يدك خلاص ياخ الشلش لا حوله وقوته لا بالله اوكي شاب انا اقول انه لازم نستخدم اي اوكي نستخدم هذا صح ولا لا اوماي جوتش كيف صار كده يا شباب والله انت يا عقل ياخ ما شاء الله عليك اوه هاد الا شاسمه البطاقة حق الكابتن عشان عشان اروح غرفته نايس طحت شكرا يا عقلي اوكي شاب الحين مكتوب اقذ دي اوكي خلاص شاب راح اقرم من جوجول اي وخلاص يكفي سماجي عقلي عقلي يقول لي يا شاب اني لازم اروح لل اوبس ديك فخلونا نروح له اصبر صحنا ما نشوف اش صار في سرينة السرينة الكرسي طايح دكتور سمرست هل رأيته سرينة؟ اه انا كنت راح اسألك عن هذا كنت اتكلم معها عبر المدري ايش بعدين فجأة كذا قطعت الاتصال كم هذا غريب المشكلة هنا ان الاشارة لازم ترسل والكابتن يعرفون الكود يا حبيبي نعم كوماندر هل انت قلق على سرينة؟ هل لازم اكون؟ لازم يمكنها راحة الحمام ولا تاكل كيف اذا كذا الكرسي طايح؟ انا راح ادورها شوف اذا تقدر تتعقب اه يعني الكود حق الكابتن طيب شاب خلوني فكر في جثة باري وين راحت انا اقول يا شاب ان جثة باري تيوب راحت لل ارض وصورت ماء لا لا يمكن شاب الدود اكله ولا يمكن لهو طيّره بس اصبر هو كان عالق كيف هو لهو يطيّره والله شاب مدريب وصح ليش الكرسي طايح هي تقول ان تاكل وراحت العمام اذا كذا بتخلي الكرسي واقف يعني ليش طايح؟ الا لو كانت مستعجلة اه ها ذكية هذه معنا ما توقع بس اكي خلونا نكمل اه رجعنا افتح اوهو يا شا الغرفة العجيبة هذي وهنا في كتاب هل راح نقدر نلقى فيه الكود؟ طب كيف اغرى الكتاب؟ اه مدير كيف اغرى الكتاب؟ اه كده يعني؟ ما قدر اقرأي عم يش ذا؟ واو نايس اوكي يقول لي انقلع بره الغرفة وعط الكود بوك لمن؟ الانجيلا ايوها يالله هذا هو الكود بوك ها هذا اللي كنت تحتاجينه نعم هذا الكتاب حق الكابتن دور على الكود حق الكميونيكيشن واحد سبعة سبعة اثنين شكرا هذا اول اوفيسر انجيلا قارت من مدري وين رجاء كل السفن يجون نحتاج مساعدة بسرعة اه الحال هذا طلبت مساعدة اوفيسر قارت هذا الكابتن جيمز ليندرمان من ايفي اس كاريزما ايش طبيعة الحالة الطارة حقتك المحركات خربانة يعني بشياء مجهولة وكابتن باري انقتل وكل واحد والله مدري نحن خمس ايام يعني راح نجي بعد خمس ايام في هذا الوقت اجلسوا يا فتيات ومدري بمين ها نحن ذا بعد شوي راح يجون وراح هذا خمس ايام لازم ننتظر وننتظر المساعدة لمدة خمس ايام لما يكون في قاتل مجنون في السفينة حسنا الدكتور قال ان راح نجلس وننتظر المساعدة بقاتل في السفينة لازم نكون فرحانين ان الاحداث قاعدة تمشي والله مدري لقد رأيت الكابتن عثرت على الجثة لا لقد رأيته حي كان موجود في الانجينيرينج مدري وين كان يمشي بغرابة وملابسه كلها مغطة بالدم لوتيننت الكابتن ميت وكل انا اعرف هذا الشي انا اقولك اياها لقد رأيته هادم هل انت متكد انك شفت الشي اللي شفته يعني هل في شرح ثاني لهذا لا لا اعرف ربما كون مستشار يمكن لازم تساعد اللوتيننت لغرفته ولكن انا رأيت لوتيننت اهدأ ما في اي سبب منطقي على كلامك انت اكيد تعبان ولا يعني اتخاف ولا شي كذا لنذهب يا ادم حسنا ما كله هذا يا ادم الكابتن عايش يا جون ديمة ادم باري ميت انا اللي شفت الجثة حقته باري كهال ميت صح ولكن مو بالكابتن حقنا ما تتكلم عن ماذا هاذي اللي شفينة فيها كابتن ثاني يا جون وات اي ادم وات او كان حلم يحب يشلح احلام اللي تخوف هذي او ماي جود مين هذك يا عمي هذك القاتل و ليش الحين يوم الاربعاء حسنا يا سادة الاشارة خلاص تم ارسالها كلنا ندر نسوينا ننتظر وين شرينا لا اعرف ما رجعت لغرفتها من امس يا الهي هذا رح يصير السيئة صحيح لازم نبقى يعني عازمين كل واحد السيئة والله مدد اه اسف انا اتأخرت من الجيد انك تنضم معانا اه نعم كنا نتكلم عن ماذا سيرينة مفقودة انا كنت في الاي في اي قاعد اشوف الرادار ماسس اللي هذك فوق وسمعت اشياء غريبة في الاتصال كأن في واحد قاعد يعاني لما رجعت اكتشفت انها راحت او او حقا شفي له هذا هذا هل احد شاف مدري ايش والله مدري استميحك عذرا حسنا ولكن انت الوحيد اللي شفت جثة باري هذا شو يتهمني ولا ليش الحين والحين عندك اول اتصال مع سيرينة هل احد يعتقد ان هذا مجرد صدفة اه يقاعد يتهمني هذا والان انتظر لحظة اوه هيا يا وليام اصمت انا كنت بره لهذا من الكميونيكيشنز يا اخي قصدي لي يعني عنده سجلات مكتوب ان جون كان بره لما شي صار لسيرينة او 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 انا جدا ااسف يا جون انسى هذا اعنيها انا كنت حقا خارج الخط اه راح ارجع لمكان المرضى هذا شاب عسى عسى هو القاتل الدكتور يمكن في لي شي يمكن في كذا كم من وقت قبل ما مدري ايش نتمنى ان يعني نحاول نصمت لمدة خمسة ايام حسنا هنا انه يبدو يعني مشبوه فيه ادم ارجوك لا انا اقول ان نبدأ نبحث لسيرينة يمكن في فرصة ان هي بشكل تمام والله ما توقع اعسى هذي اللعبة اشوفه ايش مكتوب اسم اللعبة سبع ايام اول يوم مات في لباري اقول اصبر احنا بدأنا في اي يوم والله مدري شاب بس انه في السفينة كم كانوا واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست اه فا اول يوم لا لا محد مات لكن اللي بعدها هم اللي بدأوا يموتون اتوقع شاب الحان كل واحد بيموت يوم ورا يوم بس ما تدرون شاب يمكن يمكن سيرينة نلاقيها عايشة معانا ما هاتوقع بس نشوف سيرينة هاذي عايشة شباب ولا صار فيها شي ولايش هم قلت عايشة كده او ماي جاد اوكي يقول لي اروح هنا بعدين وين الريزدنس ايوه هذا مان انا جدا جوعان ما اكلت لمدة يومين اوكي شاب يقول لي اروح للكانتين واروح للدسبنسر انجين راح اطلب عشاء او غداء يعني عادي اوكي ماذا في كل دم هنا ايوه وات اي وش دم ما في دم مكتوب استعمل الرينتش على هذا ايه ايش ذا لانش يو الله شايف دم تواصل دعوني استعمل الرينش هذا اتوقع في شي عاليك هنا راح حاول مدري ايش ايوه ايش ذا ماذا انه يعني هادا يد بشرية سرينة هيه لا يكون هذا يد سرينة بس اصبرحان شفناها عايشة والليمكن هذي تيالة والليمكن انه العب في حلم والله مدري شاب خلوهم نكمل كول لي اروح افتح هذا الباب بعدين اروح الاسن سير يخ理ه أخيww يصير شي على ما يدري يا رب اني مافي جنب سكير يا اخي امشي يشوف كل شي الا جنب سكير رجعا كول لي اروح لهذا طي بعدين مركOR ياخ ايما jpd ان هو و مbanهو كان لهذا المكان فخلونا مشتكشف بنفسنا خلونا نجرب هذا الباب بأي شو المكان هذا ماذا للغاية دورت المكان كله ماعترف شي اسوي اه ماى شي اسوي خلوا نجرب نروح هذا الباب اه هذا ويليام لا تعطي لها شي اه اعطي لها اليد اريد يعني رأيك عن شي اي شي او يا الهي من وين لقيتها هل تصدق اني لقيتها في الفندق مشين حق الهذا واللي ما افهمه ان ليش في دم يعني قاعد يوري لمكانه هذه السفينة فيها شي يعني ينظف الجدران تلقائي ولكن ما ينظفون كل مكان ان اذا استعملت تقدر تشوف والله مدري شاب يقول تقدر تشوف اثار دموية وشي كده اوكي احنا راح يعطيني هذا اللايت شكله ولا يوفي لايت سمعت عنا هذا راح يمكن هذا راح يساعدك في التحقيق اه الترافايلت لايت امتر انا حقا يعني يعجبني هذا الشي يا دكتور من افضل انك تترك اليد معاي في بعض الاشياء لازم اتجربها عليه بالتأكيد اوكي بس كده يعني حلو صور خلونا نشوف كيف شكله يا خنزيه ماقدر يعني هو قال لي وقال لي كده بتشوف اثار ومدري ايش اوكي شاب مكتوب اني لازم ارجع لله ها عرفت وان اودي اوكي 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 ما راح استخدم جوجل شاب عرفت عرفت وقال لي ان هذا يتعقب الدم مدري شي كده خلونا نجرب نستخدم الهذا هنا صح ايوها نفع في شي هنا اخذ ازرق لكون هذا الدم يا شواب خلونا نلحقه ديم ديم شاب قاعد اسوي شي بدون الجوجل او ماي قاد انجاز هذا شواب اوكي هنا مكتوب جدار اه هنا مرة ثانية او ماي قاد اش هذا الدم قاعد يروح فوق طابق اللي فوق يعني طب اصبر انا معرف اه اه وين اللي فوق هنا يعني ولا وين يمكن هنا صح اصبروا خلونا نجرب اه ماقدر استعمل اوات ليه اه اوكي هذا المكان اللي اه اللي كان يعني يوصل انزين يقول لي ان هنا في البانيل طب يا الله افتح البانيل يقولنا يعني مسكر بقوة رينتش صح ولا ياب رينتش ده او ماي قاد ارجو قولي ان هذا حلم هذا يبدو جسم سرينة هاي وات ما الذي يحدث والله انا مفاهم دكتور سمرست يوم الخميس اوكي سرينة شاب فعلا اي وات شوه شالف اه هاي مدير هيا يا كوماندر هذا ليس ضروري هل تعتقدوا هذا انت حقا اه رجل ذكي الدليل يعني قاعد يتجع عليك انت كنت سبب ان يعني اكتشفت جثتين هذا لا يعني اي شيء انا يعني يعجبني المدري ايش ولكن هذا نفس اخ والله ما ادري تقول بتنتظر لهذا اي شوه الحين انا عالق خلوني يسيف يا عمي يا بنت انا كنت قاعد استعمل الرأي هذاك اسألي ويليام اوكي شوه الحين لازم اطلع السؤالين كيف اطلع هل اكلمها يعني وليش كوماندر نعم يا دكتور انا ما قتلت اي حد ما راح تصدق اكيد يا عمي whether or not you did اخ والله ما ادري ما ادري شي قاعد تقول هذي انا كنت برا لما سرين اختفت وتقدر تقول لهذا الشي للمستكشفين اللي راح يجون ولكن يعني ريلاكس يا دكتور اذا انت حقا بريء الدلاء الراحي يعني ما تخلي مدري شنو طيب يا انجيل او انا هنا يعني القاتل برا انا مو بالقاتل شو فيه كتي او نعم انا انشيت ان كت اللي سويت البحوثات حقتك مين تحدد القاتل او وتقدر اقول القاتل وليام ولا ادم ولا الكابتن الكابتن ميت يا عمي الشالفة ولا فيه واحد ثاني معانا يا غانا شاب اشك في هذك الدكتور اللي شعره اصفر مدري ليش ولا اقول لكم شاب احس ان فيه واحد ثاني يب احس ان فيه واحد ثاني كيف واحد ثاني قدر يعني يدخل معانا اخي مدري يني يمكن السكان السكانرات يعني كات راح تكشفه ولكن اذا ما كان يعني شي اذا كان يني ايو زي ما قلت دكتور انا ما عارف ايش قاعد اتكلم عنه ولكن حتى لو شي مب فيزيائي يعني موجود ما ميقدرون يكتلون اشياء باري كوماندر وراك المستشار ارجوك حتى لو اي مديرة او ماي جود انجيلا دوني شباب شل المشدس اطلق عليه باري يا حيوان ابلع هذا الستان قن معرف لاي فترة لح راح يهذا مدري ايش راح يخليه نايم يعني يا حبيبي خلو شاب اوكي يقول لي لازم ما تقدم عنده يا حبيبي يا حبيبي كيف باري طلع القاتل وات باري تيوب كنت واثق فيك ليش تسوي كذا يا حبي والله شاب ما عارف اين اروح ام سو سكيرد يا اخي والله ايه هناك في باب شاب خلونا نروح نشوفه او ماي جود خايف يجيني في اي وقت يا اخي يقول لي ما اقدر ادخل هنا يا اخي شو ما تدخل هنا طب هاذا ايش يا سطر شو الغنية يا عمي عجيب الغنية يا الله ممكن شاب لازم اهرب من السفينة كلها انا بهرب يا عمي يا الله كان معاكم عبدالسلام و الى اللقاء يا اخي حس اني انا قاعد اروح مكان غلط ايش بستفيد من هالمكان او ماي جود يا شاب علكت انا يا شباب علكت في هذا المكان والقاتل ممكن لا اصبر القاتل ميجد اطلع في الفضاء خلاص الجراحة تم كذا للابد خلاص ولا لا خلونا نكمل وين هذا شاب باري راح خلاص ميعد هذا والليل سفا باري وات جاوراي و principles وها shirt كيف جا قدامي وبعدة ليش ما قدرت أحاربة اكيد وماي جود حمدلله اني شي افتب و Rudim والله رعب يااخي ش väldigt هل راح اتبعك Flagado حساب لا يجب اني اشيل هذا وات شو هذا اصلا الي سيلته والله مااذ رعب اوكي قولي بعدين اتكلم مع انجيلا واقول لها نفس الكلام اللي اول قلته اه ان القاتل مجهول او ماي جود باري طلعت انت القاتل اتوقعتك انك يعني اه بس تسوي مقاطع يوتيوب بس طلعت قاتل في الحقيقة او ماي جود يا اخي والله يقوم فيها اخي بس يا اخي صبر فيه شي غريب كيف هذا باري قاتل ولقينا جثته فوق واللي امكان هذيك الجثة ما كانت حقته واحد ثاني يعني والله ما ادري شباب اوكي شاب مكتوب اني لازم اوقف فينا اوكي ايوات هذي وباري ايش اسووي ايش اسووي ايش اسووي شاب ايش اسووي يا عمي شاء الله مات اه مكتوب اني لازم استخدم هذا عليه طيب يلا اوماي و مو شندير ناني اوبو ديم طيرت والله الله الله يا عبدالسلام سطورة صراحة ولا هذا سمر سيت يا عمي شو عبدالسلام اوكي شاب لاحظوا ان الغنية وقفت هل يعني خلصنا من القاتل او للسالفة اوكي يقول احنا ارجع لهذا الرزدنس طيب بعدين يقول لي ادخل هذا الغرفة هذا اول مرة ندخلها صح ولا بس يقول لازم كي كارد عندي الا كي كارد انا ولا ما عندي الا هذا هو كي كارد ايوة اي ادون تنك سو ماذا اه في بطاقتين اوكي هذا الا ايش في يا خوي اوكي بس استعمله كذا لا يا الهي ايش في انه انا اه لقد قتلته قتلت الكابتن هل انت متأكد الا لو قدر يعيش من ناطيحة بعيدة وووووووووووووووووووووشكرا جون انت حقا اا يعني اذا حقا انت يعني كذا منقض وشية كذا هل انت راح تطلع من هنا اا لا انا عندي بعض الاشياء اني اسويها انا راح اقابلك في البرج بعد عشر دقايق. نقدر نتكلم عن ايش , ايش راح نسوي بعدها اههههههههههههههههههههههه Hehf هل يداخل ويليام صحح لانا كلامها لولنا اصفر فى ياب ويليام اوكي يقول احنا اروح الكنتين بعدها ادخل الشافت اوه اه ادم ايش يسوي هنا شكله خايف يا شواب ادم انه كل شي تمام لقد انه ميت حقا شفت يموت سويتها بيداي لماذا كان وراءنا يا جون لا اعرف ولكن تعال خلنا نطلع من هنا راح اجمع كل حد وراح نتقابل في البرج حسنا يا جون اوكي حنشو خلاصنا اللعبة خلاص القاتل كان باري تيوب اوكي يقول احنا اروح الهذا الابس ديك اه نتقابل في البرج صح ياب نتقابل في البرج ايوه اوه اه هل كوماندر قرت راح تنضم معانا انجيلح كانت تحميني لمح لقى يعني اتى انه قتلها هل تقدر تقصد انه كهو لا اعرف المغزى انه ميت صح كلنا بخير الحين صحيح لا اعرف حيال هذا ايوه بدينها بسبب ما لما باري اه كان مفقود لا يبدو لا يبدو انه هو كأنه هو لا انا اعرف اش جون شاف انه يبدو كباري ولكن مبهو شيء ما كان يتحكم فيه ولكن خلنا ما ننسى انه باري ميت لا نعرف هذا كل اللي شافه جون هو يعني بزة فضائية وهذا اللي اختفى اه الاشعارات ما شافت انه في اكثر من اربع حياة في السفينة ايشي كان ما كان فيه يعني اثار حياة في هذا هذا يبدو جدا مزعج نعم ولكن احنا بامان الحين صحيح اه اشق في هذا يا حبيبي ايشي خل باري يعني يرجع من القبر لا زال موجود عشان نحذر لازم نطلع من هذه السفينة الحين وليام فيه قانون عن هذه السفينة انه يعني نقدر نهرب بالسفن اللي حق الهروب صح فيه شيء يعني عن الحالات الطوارئ كذا مدر ايش نعم عندي الاكسس للسفن حق الهروب ولكن تعتقد انه مبهو ضروري انه بس ثلاث ايام عشان المساعدة يجون وليام في الثلاث ايام الجاية نص الطاقم نقتلوا حسنا حسنا راح ناخذ الهذا البود لازم او شيء نعبيها بعدين مدر ايش نسوف المحركات بعدين راح ياخذ كم من ساعة حسنا لازم ناخذ كلنا يعني نوم خلاص ننام بعدين راح ننقلع من هنا اول ما يجي بكرة اوكي الحين اي يوم يوم الجمعة اوكي احنا هنا موجودين ننتظر وليام ادم توقف عن المشي انها الساعة التاسعة وين هو يمكننا يعني نام بدري كذا انت تقول هذا عشان ما اخاف شوف انتظر هنا كلي راح اسوي اني اروح الغرفة واشيك عنده احسنا اوكي شاب احسنا خلاص يعني لعبنا بما فيه الكفاية صراحة اللعبة جميلة يعني كذا كل واحد يموت في يوم مدر كيف وانمتكد ان حاليد وليام ما ميت صح ولا لا وحمد الله ان القصة ما كانت معقدة ما كان فيه اشياء يعني علمية لا وفيه اشياء علمية لأسف بس انها مو بمهمة مرة مرة يعني هو الشيء الاساسي انتظر بات يسول كل جديد كم امزايت وشيك